نروح الوقت لنادي فيوتر افسي ومسؤول يبدأوا خلاص بيشتغلوا في ملف الصفقات بجدية اللي محتاجينها عشان يدعموا بيها الفريق في الفترة الجاية لموسم الجديد عشان طبعا هم اطمحوا من هم ينفسوا بقوة في بطولة الدور يكونوا موجودين في المنطقة الدافئة ويحسنوا بشكل كبير اول صفقاتهم مستقروا خلاص على ضم كريم العراقي لاعب المصري الفورسعيدي للتدعم الجابها اليوم في الفريق كريم العراقي لاعب مهم ومميز جدا وبيقدي بصراحة بشكل رائع مع الفريق وشوفناها مع كتن كمان شوق غريب في منتخب مصر اوليمبي في توكيو قدى بشكل رائع وكان واحد من نجوم المنتخب اوليمبي الصفقة هتحصن بشكل رسمي خلال الساعت القليلة جدا المقبلة بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المادية الخاصة بالعهد بين الطرفين وكان كريم العراقي جاله اكتر من عرض من اندية الدورة على رأسها بيريمدز والبنك الاهلي قبل ما يحسن فيوتشر الصفقة لصالحه بنسبة كبيرة بالنسبة برضو للصفقات فيوتشر اتردد خلال الساعات اللي فاتنا مصطفى شوبيل كمان حارس مرمى النادي الاهلي هنتقل لصفوفهم لكن من هنا بقى اكتر لكم حضراتكم في الستين دي انا مصطفى شوبيل لن ينتقل لصفوف فيوتشر وعنده عرض عنده اكتر من عرض اللي العراف الفترة المقبلة هيتم دراسة الموضوع مع النادي الاهلي اذا النادي الاهلي ضم حارس في الفترة المقبلة واقترب من ضم حارس فعلا اما طبعا محمد بسام او المهدي سليمان ده اللي مركز عليهم النادي الاهلي والاقرب حتى الان هو بسام لكن يعني قدر نقول النادي الاهلي لو حسم الصفقة مع بسام او المهدي سليمان خلاص هيكون من نسبة كبيرة مصطفى شوبيل هيروح اعارة عشان يكتسب برضو خبرات اكيد خارج النادي الاهلي وايه العباء ويظهر مصطفى شوبيل واحد من نجوم النادي الاهلي وفعلا يعني خامة مميزة في حراسة المر ونتمنى له كل التوفير فترة المقبلة وهيرجع للنادي الاهلي مرة اخرى انه فعلا واحد من الحراس اللي ما خدش فرصته الفترة المقبلة اكيد لو خد الفرصة هيبقى واحد من الحراس المميزين في الدورة المصري وانا بأتوقع له ان هو يروح منتخب مصر كنا